نحن عندما نطالب في العفو لم نطالب إلى العفو عن مجرمين مارقين على القانون أفسدوا في البلاد ودمروا البلاد أو تجار مخدرات أو سراق للمال العام أو غير ذلك إنما نطالب بالعفو عن ثلة من أبناء الكويت كان لهم من الأياد البيضاء في محاربة الفساد ومن المواقف الوطنية المشرفة ومن الحضور الحاشد للجماهير المؤيدة من الشارع الكويتي لهم في محاربته من الفساد هؤلاء هم من يستحقون أن يطالب لهم بالعفو لذلك من طالب للعفو عن هذه الفئة فهو الذي وقف موقفا مشرفا لكن من عارض العفو عن هذه الفئة فهو يقف موقفا سيئا ومتخاذلا وهو مع الفئة الأخرى فئة الفساد لذلك هؤلاء الإخوة ضحوا بمواقف واجتهدوا اجتهادات وكانت هذه المواقف مشهودة في محاربتهم الفساد للأسف أنه هناك حرب ما دفع هؤلاء إلى هذا الطريق وإلى آخر التطورات التي حصلت في الأزمة السياسية هو تعاطي الحكومة تعاطي الحكومة مع الفساد لم يكن في الموقف المطلوب إنما تخاذ الحكومة هو الذي دفع الإخوة لمواقف متشددة ضد الفساد وإلا في الحكومة هي من طلبت يوم من الأيام من الأخ الدكتور فيصل مسلم لإخراج الشيك في قاعة عبد الله السالم دليلاً على الفساد وعندما أخرج هذا الشيك أمام الحكومة بطلبها أحيل بعد ذلك القضاء وحوسب إذن كيف يجرى أحد أن يبلغ وين حماية المبلغ ليزعمونها هذا مبلغ في قاعة عبد الله السالم أحيل للقضاء وحوسب وحوكم كيف يجرى أحد في أن يحارب الفساد أو يحاول الإصلاح نحن والشعب الكويتي دائماً يعمل والعمل دائماً في أنفس الناس أن تصطلح الأمور ويعيشون على الأمل في جميع قضاياهم كما قيل أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل ترجمة نانسي قنقر